لمتابعة الاخبار وكواليس النجوم زوروا موقع كلاكات الفني www.klakatnews.com انك تحب الفن والمغالب وكلام ده حاجة وانك تحول تخطف الناس وعضايا وان حصل لا اخطف الناس مفيش اي حاجة وكنسو تفاهم اصلا ايوة الموقف حصل بس هو كنسو تفاهم غريب جدا يعني احنا عندنا مهندس الصوت بتاع البرنامج بيبقى موجود في شنطة التاكسي فعندنا رجالة الانتاج كانوا احنا كنا بنصور في المهندسين فاحنا كنا يعني بنصور بسرعة وكنا بنصور في جو حر ومش عايزين برضو يعني عشان محدش ياخد باله مننا واخد بالك فهما بيركبوا المهندس الصوت بيحطوه في شنطة العربية وبيقفلوا عليه وانا كنت في الحالة قديمة كنتش سواء انا بركب فانا عامل واحد فلاح كده ومعايا ببلص مش وبتاع مش عارف ايه وبعدين باجري على التاكسي واخدني معا كاستا ومش عايف ايه ففي احد المواطنين الشرفاء وده على فكرة شيء طبيعي يعني شاف الموقف فهو مفهمش مادركش ومش عارف سبحان الله ما هو هنا بقى لو كان ده عارف ان ده برنامج بيتصور وعارف ان انا إبراهيم السمان مكان اا الموضوع عدى ولكن هو بلغ النجدة والنجدة جت على الفور يعني وكله في مكانه كل حد كان بيشوف شغله بصراحة لحد ما جاءت الان كده وادركوا بقى ان احنا ده برنامج مقالب وكده وابتعه فحتى انا خلعت بقى طقم السنان والحاجات وكده فالزبط قال لي طب ما احنا يعني عارف ان ده البرنامج وحتى الراجل اللي بلاه هو كان سواء تكسب المناسبة جاء بيقول لي قصة انا ما عرفش ان انت انا لو كنت تعرف انت لو كنت تعرف ايه بس فطبعا الشرطة تفهمت الوضع وكده وسألونا عن التصريح بتاعتنا وعن كل حاجة كانت موجودة وبس كان فيه تصريح بتاعنا كان في الشركة فقال لك على ما نطلع نجيبه احنا كنا نصور جنب الشركة فهو ده اللي الناس فيهمته غلط بقى وفيهمه ان احنا خطفينه والاقاويل كتيرة جدا وفي الاخر الحمد لله رحنا والناس تعاملوا معنا بمنتهى الادب والاحترام وروحنا النيابة وخرجنا وفترنا في الاسم والناس جابونا احلى بطول لو هنجي نتكلم مثلا عن كيفية صناعة المحتوى انا عندي الحلقات في الجزء التالت تحديدا مثلا لما جينا نشتغل انا بدور على الاتي اللي هو رقم واحد الفكرة الفكرة دي مش مجرد برانك بتعمل او مقلب بعمله والسلام انا عندي يعني لو هنتكلم عن حلقة زي بيصرح العيال فيها قضية انت بتطرح فكرة اطفال الشوارع عندي حلقة مثلا تانية زي اللي هو مدمن المخدرات والكلام ده كله ودايما في الانترو انا بقول ان احنا اتمنى ان ما يكونش موجود عندنا في المجتمع المصري شخصية زي دي فاحنا بنحاول عارف انت فيه عندنا حاجة اسمها الكوميديا السودا او البلاك كوميدي احنا من خلال اللي هو بالبلدي الناس تقولك هم يبكي وهم يضحك احنا من خلال ده من خلال ان احنا بنعمل الرليف ده او التنفيذ ده للناس بنحاول بقدر الامكان نقدم برضو مسيج بسيط اوي كده في النص يعني لما نقدم شخصية زي همام الشمام لا احنا عايزين نعالج فكرة وجود شخصية زي دي في المجتمع لما نتكلم عن بيسرح العالي احنا بنعالج قضية زي اطفال الشوارع لما بنقدم فكرة مثلا زي مراتي بتغير مراتي بتغير دي اللي هي المشاكل المجتمعية اللي بتواجه الست والراجل في طول الوقت يعني فاهم بندور دايما على صناعة المحتوى لازم عندي تلاقي في الحلقة في بداية وسط ونهاية لو هنتكلم على بناء الحلقة بتلاقي فيه كاركتر يعني فيزيكالي بتلاقي كل شخصية او كل فكرة لها كاركتر مختلف تمام اه بنسعى جاهدين على ان احنا نقدم محتوى مختلف يكون دمه خفيف ويكون فيه مسيج في النص والشعب المصري والجمهور عمتا جمهور الجمهور هو السيد على فكرة وهو الحكم وهو اللي بيقدر يقرر وهو اللي بيقدر يقيم المحتوى اوعى حد شك في زكاء الجمهور لان الجمهور هو اللي بيخلينا نكمل او ما نكملش وبيبقى فاهم كل كبيرة صغيرة وكل تفصيلة بتحسن